اشتركوا في القناة بحاجة حلوة انا لما بدخل المطبخ ما بخرجش كده وخلاص لا لازم ابقى ماليا مركزي كده وانا خرجة من باب المطبخ يلا بينا نشوف هنعمل النهاردة حطيت حالتين على النار وهقولك دلوقتي حطيت الحالتين لي جبت مكرونة وجبت بقى شوية حاجات كده علشان خاطر هنعمل الغداء بتاع النهاردة حاجة حلوة كده الولايك كلها بيحبوا حزاري فزاري ايه اكيد عرفتي صح يا كده صح المهم يعني جبت بقى مكرونة وجبت لبل طبعا جبت شوية حاجات زي ما انتم شايفين كده بس الجلاش كان عندي في الفريزر بس يعني وانا دخل المطبخ قلت اخذه معايا يعني بما اني يعني لسه جاية وكده فبالمرة ما كانش عندي بهارات اللي هي السبع بهارات فجبت تومن بقى سبع بهارات دول ده بينفع بقى للفراخ وبينفع لللحمة واي حاجة انت عايزة تدخلي لها بهارات بتنفع اللي هي تتحط فيها حتى المحش كمان لكن لما بتخصصي بقى البهارات اللي هي بهارات لحمة او بهارات فراخ ماينفعش تحطي بهارات اللحمة على بهارات الفراخ ده الواحد وده الواحد فهم قصدي بعد كده ما كانش عندي بقى مرق الدجاج فجبت برضو اللي هي الشريطة الطويلة ديت معرفش سعرها كان بصراحة انا قلت له عايزة بخمسة جنيه فالدهالي كده كلها على بعضيها انا بقى بقى اسقصها وبحطها في البسكت اللي انت شايفاه ده بتسهل علي لما اجي ياخد اروح واخده على طب جبت طبق بقى وهحط فيه ايه هحط فيه زعتر وهحط فيه روز ماري وهحط كمان آآ ورق غار وكمان هحط كده تلت او اربع حبهات يعني انا حطه كتير بس عشان خطر الحبهان اللي عندي تغير شوي طبعا مستحب اللي انت تفتحي الحبهان فيه ناس كتير قوي بتحطه في الشربة كده وهو مقفول لا افتحيه نصين علشان خطر اللي جوه يطلع وهو دوه الطعم الحبهان لكن القشرة الخارجية دي ما لهاش اي لازمة خالص اشرت بصلاية وقطعت طمط مية حبيبة قلبي بقى اللي سألتني قالتلي يا هيبة على الاكياس ممكن تورهالي علشان خطر انا معجبة بيها قوي وشكلها حلو كده مش واحدة بس ده كتير قوي يا هيبة ورها لنا بص يا جماعة ده عبارة كده عن رول اكياس انا كنت جايباها من كازيون تقريبا سعره عشرين جنيه حاجة زي كده فانا لما روحت النهاردة نزلت اشتري حاجات الراجل اللي انا بجيب منه الحاجات البلاستيك اللي هي الشنط بتاعت الكمامة كياس التلاجة الحاجات الشفطات العلب بتاعت التلاجة الحاجات اللي هي الورقيات فاهمين قصدي فلاقيت عنده البقرة دي كده كلها على بعضيها سعرها عشرة جنيه فيها ميت كيس فانا حساها اللي هي تبقى حلوة ليه بقى دية احلى من الكياس الفرضاني دي كده تحس اللي هي منظمة شوية التانية لما بتتبع كده على بعضيها فاضية بحس لما ايجا سحب كيس بلاقى الدنيا كلها وقعت واتبحترت كده وبقوا مش حلوين مهما حافزت عليهم ومهما مهتمية بالحاجة برضو النظام بيبقى حلو فانا شايفها اللي هي ميت كيس بعشرة جنيه حلو جدا يعني قولي ممكن هتقعد معاكي اسبوعين شهر لو استخدامك مش كتير بصوا بقى ربنا يهديهم ولادي ويخلهم لي حد يعني حد مين بقى الله واعلم لا مكة لا يوصف لعبه في الطايمر بتاع التلاجة وتلاجه الخيار زي ما انتم شايفين كده الخيار لسه كنت جايبة كيلو ونص خيار ما بقلوش تلات ايام وغسلها ومزبطها والدنيا تمام لقيت الخيار تلج في الدرج طب ايه اللي حصل ببصة عالطايمر لقيت رفعين درجة الحرارة مخلينا حاجة فضيعة بصراحة فمش هقدر اتكلم ولا هزع لان لو رحت قلت لدوت هيقول لي ما عملتش ولو رحت قلت لدي هتقول لي هتزلي راسها كده وتشاور على اخوها والله واعلم بس انا هرأي بالموضوع واشوف مين اللي عمل كده المهم الخيار هيترمي لا مش هيترمي في حاجة بتترمي عندنا لا ما فيش حاجة بتترمي طب هنعمل ايه هنعمل شوية مخلي الحلو قوي شلت الحاجات المتالجة اللي هي بداية الخيار ونهاية الخيار يعني كده رميت ربع الكمية لكن التلات اربع موجودة عندي هو زي الفل ما فيوش اي حاجة طبعا تقدري تعملي كده لو انت برضو لسه جايب خيار ومحتاجة اللي انت تخلي ليه يبقى طعم حلو جنب الاكل فاكرين الجزر اللي احنا كنا عاملينه مع بعض اهو خلاص العلبة خلصت فاضل بس شوية زغيرين دول حطتهم في الطبق كده عشان اخد العلبة استغلها في الخيار اه الخيار علشان خاطر يعد معاك فترة طويلة مش مستحب اللي انت تقطعي فانا قطعت نص الكمية والنص التاني سبت الخيار بحيله حطت الخيار اللي هو بحيله من تحت الواحدة بوحديتها لما يستوي هطلعوا وقطعوا جنب الاكل بعد كده بقى حطت بقية الخيار اللي احنا كنا مقطعينه جيت اشوف الملح لقيت العلبة خلصت فراحت مفضية بقى ملح بص بقى بحاول اللي انا كده انشف الرخامة عندي على طول الرخامة بيبقى فيها مية بس الرخامة نظيفة علشان خاطر هي جنب الحنفية بتاعت المية وكده جبت بقى كده حوالي كبايتين مية وهبدأ اللي انا حطيت عليهم اه تلات معالق ملح نص كيلو الخيار بياخد تلات معالق ملح فانا اللي شايفه دوت كده بمعدل كيلو الاربع فانا مش عايزة الموضوع يبقى اوفر شوية لان كيلو المخلل اللي هو كيلو الخيار او كيلو الجزر او اللفت او اللمون بياخد ست معالق ملح خليكي كده حفظة الموضوع ده حطيت المية وقلبتها كويس وبعد كده حطيتها على الخيار وحطيت شوية شطة صغيرين وقلبت كله ببعضه طب الخلي يا هبة لا مش بحط خلي يا جماعة في المخلي بصراح لان احنا مش بناكل مخلل كتير فبخاف احسن ايه الخلي يهري بسرعة لكن لما يستوي كده على مهلو الموضوع بيختلف حطيته طبعا في التلاجة علشان خاطر برضو ما يتهريش بسرعة ويستوي بسرعة حطيت بقى المكرونة خلاص هي الرابط اللي هي تستوي وكمان حطيت الفراخ استنيت اول غلوة شلت الرين بتاعها وبعد كده نزلت بالتوابل اللي احنا حطناها مع بعض نيجي بقى علشان نعمل البصل بتاع اللحمة المفرومة عشان نعصج مع بعض البصل طبعا انا وعدتكم اللي انا لما اجي الشباسة ديت او المبشرة دي لما اجي استخدمها هستخدمها معاكم واقول لكم رأيي بكل صراحة تمام كده فانا النهاردة هستخدمها ونشوف مع بعض الرأي ايه حلوة ولا وحشة ولا ايه النزام شلت السككين اللي هي بتاعت الشبسي وحطيت السككين بتاعت البصل طبعا انا غسلتها كويس جدا وزبطتها هقشر دلوقتي البصل واخسله ونشوف بقى هنعمل ايه تاني مع بعض يلا بقى بسرعة كتبي ليه تحت في الكومنتات عملت اكل ايه النهاردة خلاص غسلت البصل وقطعته كده البصل الكبير قطعتها على اربع تربع والصغير قطعتها نصي بسبتها بقى كده في الرخامة اليد بتاعتها دي لما بتضغطي عليها التحت بتثبت بضغط الهوى بتثبت في الرخامة او في اي حاجة عندك تمام وبتبدأ بقى اللي انت تحط البصلية وتضغطي عليها بالعلبة اللي من فوق دي حلوة يا هيبة او حلوة والله عملية جدا لو انت ما عندي كيش كبة اللي هي بتاعت الكهرباء ومحتاجة حاجة بقى تعمل معاك بصل بسرعة او تعمل معاك خضار بسرعة والله حلوة جدا وعملية وسعرها حلو طبعا دي انا جتلي من جروب ماي من جروب مريم معلش مريم هي اللي بعتها لي في الجروب بتاعها طبعا انا اسيب لكم اللينك بتاع الجروب بتاع مريم دوت لو انت حابة تطلو بيها في صندوق الوصف ان شاء الله سعرها كان 130 لكن لما عرفت اللي انا هعمل لها دعاية وكده وحبايب قلبي هيشتروها منها عملت لي خصم وقالت لي كل اللي هيجي من عندك هدهاله ب110 خلاص كده خلصت البصل كله بص هو اللي تلع منها بس كده حاجات بسيطة جدا اللي هي اصلا بتبقى في المبشرة اليدوية لما بتيجي تعملي بصل بيبقى في بصل كده متبقي منك حاجات بسيطة في المبشرة لكن هي عملت لي حلوة جدا ورؤية ومخدش وقت خالص وفي اللف مش تقيلة فاهمة قصدي حطيت بقى كده الطاصة دي على النار وكمان حطيت الحلة دي الحلة دي مطرح سيليق المكرونة هي مش متوسخة ولا اي حاجة بس انا صفت المكرونة وخدت الحلة قلت اعمل فيها البشاميل حطيت معلقة سمنة وبعد كده حطيت بقى البشاميل وهبدأ اللي انا اقلبه كده مع بعض الطاصة التانية دي حطيت فيها برضو معلقة سمنة وهبدأ اللي انا استنيها لحد ما تسيح حشان هنعمل فيها اللحمة البشاميل حطيت مكعب مرء الدجاج بيبقى طعمه حلو قوي لما بتحطيه مع البشاميل عايز اقول لكم بقى لكل موليد شهر سبعة كل سنة وانت طيبين انا عارفة اللي احنا اصلا يعني ايه في ازمة وكده لكن تتعود بقى السنة الجاية ان شاء الله لو معرفتش تعملي عيد ملادك او ممكن تعمليه بقى كده لو عندك بنت صغيرة او ولد وكده ولادك يعني تقدر اللي انت تعمله لهم في البيت بحاجة بسيطة كده وتتعود ان شاء الله السنة الجاية كل سنة وانت طيبين وعقبال مليون سنة طبعا عايز ابرده اقول لكم لبداية الشهر الجديد يا رب يجعل كل ايامنا كلها خير وحب وموادة ورحمة ويجعل كده في قلوبنا كده اتطيب البعض صدقيني لما تحبي اللي قدامك من غير مصلحة ربنا هيكرمك قوي وعلى طول طول ما انت قاعدة كده تحب الخير يعني حب الخير لغيرك ما تقوليش لأ طب هي ما عملت ليش حاجة عشان احبها والكلام ده لا مش شرط اللي هي تبقى في مساعدة او في حاجة مادية بينك وبينها عشان تحبي الناس حبي كده الناس والله ربنا هيحبك قوي صدقيني الكلمة الطيبة دي صدقة لما تتحكي في وش حد او مثلا لما تعملي حد صدقيني الموضوع بيختلف خالص خالص تلاقي نفسك كده مفيش خبس مفيش مثلا كراهية للي قدامك مفيش 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 هتلاقيك انت من جواكي صافية كده وكل حاجة ربنا انت عايزاها من ربنا ربنا بيسرلك الامور في كل حاجة سبيها بس انت كده على ربنا وان شاء الله ربنا هيكرمك يا حبيبية قلبي بصوا انا خلصت المكرونة خلصت كمان اللحمة خلصها عصاقتها اه ما حطتش بقى ولا فلفل ولا طماطم وكده لان المرة اللي فاتت لما حطيت اه الفلفل الرومي تلع حرق فانا قلت بقى خلاص المرة دي بقى الفلفل كل اللي عندي في التلاجة حرق بلاش بقى عشان خطر العيال رحت حطت معلقتين صلصة وقلبتهم بقى وحطت التوابل وكده بقيت تمي طبعا اللحمة المفرومة كلنا عارفين بنعصاجها ازاي يعني حطت بقى طبقة المكرونة وبعد كده نزلت عليها بطبقة البشاميل طبعا العيال نايمين اصلا لو كانوا صحيين كانوا يتخنقوا معايا على البشاميل اللي في الحلة فهم نايمين يعني الحمد لله بصو خلصت كده خلص المكرونة مش هحط بقى بيض ولا هحط اي حاجة هدخلها الفرن زي ما هي كده بالزبط تعالي معايا بقى نعمل لفة جلاش بس هنعملها النهارده بطريقة حلوة قوي عملت معاكم قبل كده الجلاش اللي هو عادي بيتعمل في الصينية وتحط على وشه البيض واللبن وعملنا في رمضان الجلاش اللي هو اللي انت تلي فيه سوابع زي دوك كده او رول وتحطيه في الصينية وبرده تحطيه على وشه وبيض واللبن النهارده بقى عايزين كده نغير شوية ونجدد من الماضح بتاعنا ونشوف اكلات حلوة النهارده بقى هنعمله برضه كده بالطريقة داية بس هنقليه في الزيت عايز اقول لكم اللي عجب الولاد قوي 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 بالذات الزيقرة الزغيرة اللي سمع مكة دي عجبها قوي بقت مسكة كده الصباح حلو كده بتقطم القطمة مفيش حاجة بتقع منها ولا يمين ولا شميل ولا اي حاجة صدقيني لو عندك اطفال زغيرة عمل لهم الحاجات دي او حتى كبار والله الكبار برضو بيحبوا الحاجات دي انا وانا باكلوا كنت مستمتعة جدا اللي هو حاجة جديدة كده وطعمها حلو كنت بعملها زمان بس كنت نسيها شوي بصي بتني الورقة نصين وبعد كده بتني الحرف كده عشان تبقى سميكة شوية لما حط اللحم عايز اقول لك اللي صنية تجليش اا يعني صنية المكارونة والجلاش ده كله كده من نص كيلو لحمة بس اا الصنية خدت بمعدل ربع كيلو والجلاش لفت الجلاش خد برضو بمعدل ربع كيلو لحمة يعني تقدر اللي انت تمشي بيديك بقى قل الإمكانيات والله بس انت سيبيها كده على ربنا وهتلاقي كل حاجة فيها وبركة والله العظيم جيت اكسر البيضة بقى كسرت البيضة فيها صفرين حطيت بقى شوية لبن وبعد كده حطيت الملح وحطيت شوية فلفل اسود وهحط بقى بابريكة مش هحط شطة عشان خطر الولاد عندي هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا وبعد كده بقى الفراخ عندي كانت استويت والفراخ طبعا انا مملاحاها ومزبطوها من الاول تمام يعني وهي على النار ملحتها بسوا كده حطيتها بقى هنا في الخليط دوت كده الخليط دوت اللي احنا عملنا مع بعض اللي هو البيض واللبن والتوابل بقى اللي عندك حطي اي حاجة عندك انت عايزة تحطيها بعد كده جبت بقى الدقيق حطيت بمعدن نص كوباية الدقيق وبعد كده حطيت عليهم كسين الفيجتار اللي هو الحور حبة تحطي حور حبة مش حبة ممكن تحطي عادي خالص برحتك برضو هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا انا حطيت الفيجتار اللي بقى لاني بيدي طعم حلو جدا للدقيق بيبقى لما تيجي مثلا القرمشة اللي فوق الوش دي بتبقى طعمها حلوة قوي مع الفريخ فاهمة قصدي لو انت مش عندك ممكن تستبدلي الفيجتار دوت بمثلا التوابل اللي عندك تحطي ملح وفلفل اسود وشوية شطة ممكن كمان تبشوري مكعب مرأة كده تعملي بودرة وتروح يحطها علي والله برضو هيبقى حلوة حطيت بقى الزيت كده على النار وهبدأ انزل بقى في الجليش طبعا الحلة اللي انتوا شايفينها على النار دي دي فيها الشربة بتاعت الفريخ لقيت الشربة بتاعت الفرح حلوة وجميلة وزي الفل كده وده سيمة شوية فقلت ممكن احتفظ بيها بالفريزر اعمل بيها اي حاجة تانية نعمل طبق ملوخية نعمل مثلا حلة محش نسقيها بيها كده يعن حاولي الحاجات البسيطة دي ما تترميش ساعة والله بتقف على مثلا عايزة شوية شربة عشان تعملي ملوخية فبتضر اللي انت تعملي ايه بتعمليهم بالمية لأ ممكن حاجة زي كده تروحي شايلها في الفريزر وقت تاني تنفعك خلاص كده الصوابع جلاش خلاص خلصت معايا هبدأ بقى اللي انا احط بقى الفريخ زي ما قلت لكم اللي انا كنت مقطع على الفريخ الدبوس مقطعات نين الورك الورك مقطعات نين وطبعا السدر برضو شلت بقى الجناح لوحده وخليت السدر لوحده عشان خاطل لما تيجي تتحمر تتحمر حلو كده تبقى زي ايه عم كنتاكي طبعا انا حمرت الاول الاصابع الجلاش علشان خاطر يبقى الموضوع كده ايه سهل شوية ولو في بقى دقيق او حاجة وقعت ما ايه ما اجيش احمر بعد كده الجلاش ولا المنظر مش حلو لأ حبيت اللي انا احمر الاول الجلاش وبعد كده برضو الفريخ هتتحمر بس وط عليها النار في ناس كتير قوي بتعمل كنتاكي من غير ما تسلوه ايه من غير ما تسلوه يعني بس انا النهاردة انا اصلا ما كنتش هعمل كده والله هي جاتلي في دماغي بعد ما سلقت الفريخ قلت طب انا ليه بقى بدل ما دخلها تحت الشوية وكده طب انا حمرها وتبقى مكارونا بش هميل ليه جنبيها فراخ كنتاكي كده وصابع الجلاش ويبقى اكلة حلوة ايه رائيك بقى في الاكل بتاعتنا وطبعا الخيار المخالي اللي احنا عملناه بس للأسف مش هناكله النهاردة هناكل الجزر ايه رأيكم طبعا عايز اقول لكم شكرا جدا 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 لكل كتب لي كومنتات جميلة وكتب لي يا هيبة الف سلامة على اديكي انا اديا بقيت الحمد لله احسن بكتير قوي من الاول اه يعني حسيت كده بفرق لما حطيت والله اللي هو معجون الاسنان حسيت بفرق شاسع عن الاول خالص الموضوع اختلف معي في ناس قالتلي الاحسن كمان من المعجون الاسنان والدقيق العصر الافيض بس انا ساعتها لما تلصعت ما جيش في دماغي اي حاجة خالص يعني انا بحمد ربنا اللي انا الجوزي كان معايا لان انا لكل اللي جي في دماغي التلج وروحت جري فتحت الفريزر على اساس اللي انا جيب تلج فهو راح قالي لا لا التلج لا اه هو احسن حاجة معجون الاسنان بس الحمد لله الموضوع اختلف تماما والحقتها قبل ما تفقفق كده ويطلع فيها مية العباد دايق قوي من الحرق اللي بيطلع في مية شفتوا بقى عملنا بقى الاصابع الجلاش اللي ما ارمشك جميلة ومن جوة طرية ومستوية جدا كمان عملنا الفراخ كان عندي بقى حتتين بني كده في التلاجة زحمل للدنيا فروحت قليهم بالمرة عشان اخسل العلبة ده كده الجناح شايفين الجناح عامل ازاي بص عمالة لقت كده وانا وقفة في المطبخ خلاص كده ده كده الغدف كعنا النهار ده حبيت اللي انا كده يعني نسترجع كده ايام رمضان كده تاني والاكل بقى بيبقى على الصفرة كزا حاجة كده والموضوع بيختلف كده شوية ندلعي ولادك والله العظيم الدنيا مش مستهلة خالص اللي انت تبقى مكنشنة عليهم وكل حاجة مش بتكلم على الاكل وعالشرب لا بتكلم على اللي انت اعودي معاهم اتكلم معاهم لعبيهم والله مش عيب لما انت تعودي تلعبي مع ولادك عايز اقول لكم اللي انا عملت فيديو كده معاهم اه تحدي بس مش عارفة هنزله فين بصراحة لو انتو عايزينه قلولي هنزله لو انتو مش عايزين خلاص بلاش اكتب لي في الكومنتات وانا هشوف الكومنتات بتاعكم ان شاء الله عملنا تحدي جامد او مع بعد وهزرنا وتحكنا وكسبنا والحمد لله صورته وهنزله ان شاء الله بس انتو لما تقولولي بس كده ده كان الاكل بتاعنا النهاردة ايه رأيكم فيه اه ما تنسيش بقى تحط اللايك